عندها إرادة أنه تسلح هذا الجيش وتخصص المبالغ اللازمة الإرادة متوفرة والنية متوفرة نحن تدري موضوع الجيش الجيش بالألف وثلاثة حل من حل ما بقى منه كل شي يعني نحل الجيش القدرات مالتو كلها تفرهدت يعني راح أقول لك شغلة يعني شوف أقول لك شقد أثر حل الجيش العراقي على الين الأمريكان من احتلوا العراق خلال فترة ثلاثة وعشرين وما تذكر بالضبط ترى الفيلق الأول والفيلق الثاني والفيلق الثالث الرابع والفيلق الخامس تخطوها مش تبكت مع العدو يعني قدراتها بقت عدها لأن إجوا من الجنوب اصطدموا بالفيلق الثالث بالبصرة بعدين طلعوا على الطريق السريع اللي هو هذا الهايوية اللي يطلع البغداد خط السريع طلعوا علي تقدموا تقدموا فوقهم طائرات سمتية وصلوا مفرقة دغارة محور راح وين باتجاه النعمانية وبعدين طلعوا باتجاه بغداد على بسماية ومحور طلع قبل على المحمودية تفرع إلى فرعين فرع راح قبل مباشرة على بغداد وفرع راح التاف من يوم أبو غريب هاي كانت خطتهم فالقدرات بقت مكانها بس حل الجيش يسوي هذا القدرات راحت الناس نهبتها يعني راحت فمن إيجينا تشكل الجيش من جديد نهاية الألفين واربعة ما عدنا كل شي يعني بدأنا من الصفر من بدأنا من الصفر تدري موضوع التسليح يراد يعني مبالغ أنت تدري هسا الدبابة اللي برامج سعرها ثمانة مليون دولار ثمانة مليون دولار سأقول لك أنت كل موازن تكسيت مئة وعشين شات موازن تكولها تجيب لك أربعة دبابات وراح أقول لك شغل أجيك الموضوع أنت كان عندك بالجيش السابق بالضبط كان عندنا تسع فرق مدرعة خمسة للجيش وأربعة حرس جمهوري تسع فرق مدرعة وعندنا كانت فرق تين آلية بالجيش هذه كلها دبابات ومدرعات يعني الفرقة بيها سبع كتائب دبابات الفرقة المدرعة بيها سبع كتيب الدبابات الكتيب الوحدة من أربعين إلى أربعة أربعين دبابة يعني الفرقة الوحدة بيها مئتين وثمانين دبابة أضربها في تسعة يعني إحنا شوان عندنا مؤقل أضف إلى ذلك كل فرقة مشات بيها كتيب الدبابات مستقلة مرتبطة بالفرقة كان عندنا أربعة ألف دبابة وكان عندنا ما يقال بثمانت آلاف ناقلة فأنت حسب هذا العساب أنت هسا لا تريد تجي تبني هذن التسعة زين وبهذا الرقم اللي أقول لك عليه أنت طبعا غير تجيب دبابة لازم حديثة وهي طبعا أقل دبابة اشتريناها يمكن أعتقد التينين هالروسية أخذنا شمد بابة في 2014-2015 سعرها أربعة مليون دولار التي ناينتي يسموها تي تسعين فالتسليح غالي يعني هسا مثلا نضرب لك مثل رحت الفرنسا أساعدنا إن شاء الله عاقد بالطريق يعني أنتوني الناس قرض أريد أشتري أربعة عشر طائرة رافال تدري بيش الرافال الطائرة الوحدة مئتين مليون دولار الوحدة مئتين مليون دولار بينما أنت كان عندك قبل احتلال الكويت كان عندنا ما يقارب خمسمائة طائرة هذا الأسطول ما أننا لأجوب من صارت من احتلال الكويت تدري قسم منها تدمرت وقسم منها راحت الإيران وصار ما صار أن تتجيب الموضوع فالقدرات مو بالهيئة تبنيها بيوم ثاني ويراد لها جد إرادة يعني راد لها قيادة عندها إرادة أنه تسلح هذا الجيش وتخصص المبالغ اللازمة الإرادة متوفرة والنية متوفرة لكن يعني يبطيك فلوس هو هذا الإرادة من الرئيس الهرم مو أجيك أنا هسا عندي إرادة لدي أشتري بس أنا غير يخصصوني مبالغ من يخصصوني مبالغ أكو وزارات تبدي علي يعني ما ينطوني أنا أسبقية رقم واحد أبدا ما ينطوني أسبقية رقم واحد يعني أنا هسا أسبقية ثلاثة أربعة يجوز أكثر أنت لازم لازم ينطيني على الأقل بالسنة بالموازنة الوحدة على الأقل أنطيك فد ثلاث مليارات دولار ترجمة نانسي قنقر